مرحبا أنا دكتورة مهابادات أخصائي الأطفال رح نحكي اليوم عن علاج احتقان الأنف عند الأطفال الرضا بدنا نعرف شغلة مهمة أنه إحنا أول فترة أو أول أشهر من عمر الطفل وبالأخص أول شهرين بيكون اعتماده عادة بالنفس على الأنف مش على الفم بالتالي أي إفرازات مخاطية بالأنف ممكن تعمل تسكير جزئي أو كلي لمجاري التنفسية وهذا الإشي طبعا بيأثر على نفس الطفل وحتى على جودة الرضا على الطفل أسباب احتقان الأنف عند الأطفال أول شيء التهاب المجاري التنفسية العلوية وبالأخص الفيروسية منها حساسية الأنف، الارتجاع المعد المريئي، الجو الجاف وممكن برضه هو بعض أنواع التشوهات الخلقية مثل انسداد الفتحات الأنفية للطفل أعراض احتقان الأنف عند الأطفال، صوت الخنفرة اللي بيكون واضح من الأنف تاني إشي التقطيع برضاعة لأنه الطفل بيكون بتمد على الفم أكيد بأثناء الرضاعة ولما يكون عندك سكير جزئي أو كلي بالأنف بالتالي هذا الإشي بيخلي الطفل ما تكون جودة الرضاعة كويسة وبالتالي بيصير تقطيع برضاعة وهذا الإشي ممكن أنه حتى أنه يدخل هوا خلال رضاعة الطفل السعال والتنفس من الفم بدل من الأنف بالنسبة لعلاج احتقان الأنف عند الأطفال ممكن إحنا دايما نقدر نستخدم بخاخات أو قطرات المحلولة الملحي وبرضو استخدام شفاط الأنف الخاص للأطفال الرضا وزي ما حكينا الجو الجاف بيزيد احتقان الأنف عند الطفل بالتالي لازم دائما يكون الهوا اللي موجود فيه الطفل هو هواء رطب وذلك باستخدام جهاز الترطيب الخاص اللي ممكن يوضع بغرفة الطفل أو إذا ما كان متوفر ممكن إنه إحنا نعمل حمام مية ساخن وبالتالي يكون عندي بخار في في الحمام وإنه الطفل يقعد فيه من تقريباً 20 إلى 30 دقيقة والتالي نفس الطفل بالهواء الرطب بيساعد على التخفيف من احتقان الأنف عنده وتجنب الشموع أو الزيوت العطرية والدخان في الجو الموجود فيه الطفل وآخر إشي برضه وجدت الدراسات إنه التقطير حليب الأم بأنف الطفل ممكن يساعد على تخفيف احتقان الأنفند